وها هي 2021 تبدأ بداية حماسية جديدة على مستوى الهواتف الذكية وبدأت المنافسة مبكرا بين العمالقة للسيطرة على الفئات المختلفة من الهواتف اليوم معنا هاتف شاومي الأحدث في فئة الهواتف الاقتصادية بوكو ايم ثري والذي أحدث ضجة شديدة عند إطلاقه فدعونا نرى هذا الهاتف عن قرب ونتعرف على أهم مميزاته وعيوبه في رأي رقمي بعد تجربته لفترة طويلة أهلا بكم أولا التصميم الهاتف يأتي بتصميم جديد تماما وغير مألوف عن أي هاتف آخر رأيناه من قبل في هذه الفئة من الهواتف وقد لا نبالق إن قلنا أيضا في فئة الهواتف المتوسطة فمن الخلف نرى ظهر الهاتف البلاستيكي المغطى بطبقة جلدية تعطي الهاتف أناقة ومن أعلى نجد إطار الكاميرات يأتي من البلاستيك اللامع بعرض ظهر الهاتف بالكامل ويحمل شعار بوكو هذه التركيبة تجعل الهاتف مميزا تماما من النظرة الأولى إطار الهاتف وظهره مصنوعان من البلاستيك وأبعاده 16.2 سنتيمتر للطول و7.7 سنتيمتر للعرض وسمكه 9.6 مليمتر وزنه 198 جراما ما يجعله ليس بالخفيف ويعطي عكاسا عن جودة الخبات المستخدمة في التصنيع على يمين الهاتف نجد زر الطاقة مدمجا فيه مستشعر البصمة يعني زر التحكم في الصوت على اليسار نجد منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيبة شريحتين اتصال وكان ذاكر خارجي في نفس الوقت من أسفل نجد منفذ الشحن تايب سي ومنفذ السماعات الخارجية ومايك المكالمات من أعلى نجد منفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن ومنفذ IR بلاستر ومايك إضافي العزل الضوضاء من الأمام نجد الشاشة تمثل 83.4% من إجمالية مساحة وجهة الهاتف مع حافة صفلية للأسف نوتش الكاميرا الأمامية على شكل قطرة الندى مجمل التصميم أنيق بسيط مميز وارفع من قيمة الهاتف في هذه الفئة السعرية من الهواتف ثانيا الشاشة والصوت تأتي شاشة البوكو M3 من نوع IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة بجودة الفول HD بلس بدقة 1080x2340 بيكسل ومعدل كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 19.5 إلى 9 مع وجود طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث الشاشة تعتبر هي نفسها التي ظهرت في الهاتف Redmi 9 والتي تقدم سطوعا ضعيفا في ضوء الشمس المباشر ما جعلها مخيبة قليلا لأمالنا في شاشة هذا الهاتف تجربة الصوت كانت جيدة وخصوصا أن الهاتف يدعم خاصية الاستيريو حيث تعمل السماعة الخارجية مع سماعة البكالمات في أثناء عرض الفيديوهات أو الأغاني أو الألعاب لتقديم تجربة صوتية مرتفعة مع نقاء لباس به ثالثا العتاد هنا قررت شاومي رفع سقف المنافسة فزودت هاتفها بمعالج سناب دراجون 662 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانوميتر مع معالج سوميات أدرينون 610 ويتوفر الهاتف في فئتين الأولى تأتي بذاكرة صلبة بساعة 64 جيجا بايت UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بساعة 4 جيجا بايت الثانية تأتي بذاكرة صلبة بساعة 128 جيجا بايت UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بساعة 4 جيجا بايت الهاتف يعمل على منصة أندرويد 10 مع واجهة تشغيل MIUI 12 الهاتف يقدم أداء مناسبة لهواتف الفئة الاقتصادية وخصوصا مع 4 جيجا بايت رامات فقط لكن لا تتوقع منه تشغيل PUBG أو Call of Duty على أعلى أدادات وهاتف مناسب للاستخدام اليومي وأداء المهام الحياتية بسهولة ولكن كنا نتمنى أن يأتي ب6 جيجا بايت رامات لتحصين أداء الهاتف وقد سجل الهاتف 182 785 نقطة على منصة أنتوتو رابعاً الكاميرات منظومة التصوير في هذا الهاتف تتكون من أربع كاميرات واحدة للسلف من الأمام تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.1 تقدم أداء اللاباس به في ظروف الإضاءة الجيدة والمتوسطة من الخلف نجد ثلاثة كاميرات الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتري بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع LED Flash يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ HD بدقة 720 بيكسل بمعدل التقاط 120 إطارا في الثانية منظومة التصوير تقدم أداء جيدا ولكن ليس الأقوى في هذه الفئة السعرية من الهواتف ولكن كما اعتدنا من شاومي فدعونا ننتظر التحديث المقبل الذي قد يحمل العديد من التحسينات على هذه المنظومة خامسا البطارية دعم شاومي هاتفها ببطارية هي الأضخم في هذه الفئة السعرية حيث تأتي بسعة 6000 ميلي أمبير تلعم الشحن السريع بقوة 18 وط ليتمكن من شحن كل البطارية في حوالي ساعتين سادسا السعر يبلغ سعر الهاتف 165 دولارا سابعا أعجبنا ولم يعجبنا أولا أعجبنا تصميم الهاتف شاحن تايب سي صوت استيريو كاميرا خلفية جيدة شاشة فول اتش دي بلس بطارية ضخمة لم يعجبنا حافة الشاشة السفلية كبيرة نوتش الكاميرا ذو تصميم قديم شاشة ذات سطوع منخفض لا يدعم كاميرا الزاوية الواسعة أخيرا رأي رقمي الهاتف يقدم تصميم مميزا جدا مع مسكة محكمة وإحساس بجولة الخامات بشكل ملحوظ ولكن الشاشة كنا نتمنى أن تأتي بسطوع أعلى لتقديم تجربة أفضل في ضوء النهار المباشر العتاد الداخلي يقدم أداء منطقيا يتناسب مع فئة الهاتف السعرية ولكن واجهة شاومي قد تخل بهذه المعادلة بسبب التحديثات التي تثقلها مرة تلو الأخرى منظمة التصوير أيضا تقدم أداء لا غبار عليه ولكن ما فائدة وجود كاميرا كالماكرو والاستغناء عن كاميرا الزاوية الواسعة شاركون رأيكم ماذا كنتم تفضلون كاميرا الزاوية الواسعة أم كاميرا الماكرو وأخيرا طبعا البطارية الضخمة ستكون خير عون لك خارج المنزل لتبقى طوال اليوم بعيدا عن الشواحن وبنوك الطاقة كانت هذه مراجعتنا لهدف شاومي بوكو ام 3 فإن عجبتكم فلا تنسوا أن تدعمونا باللايك وأيضا فعلوا جلسة الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد منه دمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة